الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ان شاء الله رب العالمين هنحل النهاردة مع بعض قواعد الواحدة 13 قاعدة دي ابسط قاعدة ممكن تشوفها في حياتك بالرغم من ناس كتير بتشتكي منها وعشان الشكاوى اللي بتيجي من القاعدة دي تعال نقرأ مع بعض الجملتين اللي كتبتهم لك الاول دول عشان نحط النقط على الحروف ونفهم احنا بنختار ايه واززاي اولا عايزك تفهم ان الجملة لازم نعرف فيها ماضي ولا مضارع طيب تعال نشوف اول واحدة بداية بقولك that man must be rich he has two course عايزك تفهم وتكتب كده ان كلمة must be منعنها من المؤكد انه يكون مضارع طيب لو هو في الماضي هنقول must have وتصريف التالت طيب الاهم من ده كله ان مش دايما هنقول must be انت شايف واحد قدامك ماسك منعقة وبياكل فنقوله must eat ممكن نقوله must be eating يبقى انت قدامك حاجة من اثنين لو مضارع must والمصدر او must be والفعل مضافة ال in g طيب الجملة اللي قدامي دي بقولي الراجل ده he has two course عنده عربيتين اتنين يبقى ده اكيد غني اكيد يكون غني اكيد ايه يكون يبقى مصد بي طيب عايز اقول مثلا من المؤكد انه يمتلك نقودا يبقى مصد have وبعدين money النقود طيب الجملة التانية that man can't be mr sam الراجل اللي قدامي ده اكيد مش mr sam اللي عرفك يا عم mr sam is in america طيب لما يكون mr sam دلوقتي في امريكا ده معناها ان اللي قدامي ده اكيد مش sam يبقى can't be دي معناها اكيد مش ودي مدارع طيب يبقى احنا هتدي عرفنا حكتين must معناها من المؤكد ان هو يكون مدارع طيب كانت من المؤكد ان هو لا يكون دول في المدارع هما الاتنين طيب جملة كمان my dad is angry because i didn't buy me بابايا زعلان اصلا انا ما اشتريتش لحمة انا كان المفروض اشتري لحمة في الماضي في الماضي يبقى فيها هف وتصريف التلت من غير تفكير طيب انت بتقول كان يجب ان يجب ان يعني should يبقى انت هتقول لي should have boot يبقى عليك تفهم ان should يعني يجب ان طيب لو مدارع يبقى should والمصدر طيب لو ماضي يبقى should have وتصريف التالت should have boot يعني كان يجب ان اشتري طيب عايزة اقولك كان يجب ان يلعب المباراة يبقى should have blade طيب ما تيجي نلعب من وراء شوية كده عايزين نقول يا مستر كان عايزين نقول اكيد لعب المباراة اكيد لعباء لعبدي ماضي فنقول must have blade طيب اكيد هو لم يلعب اكيد ملعبش يبقى كانت have blade طيب الجملة الرقم اللي بعد كده بقولك you have an exam عندك يبد امتحان you نقط انت عندك امتحان انت يجب ان تذاكر يجب ان يفعل ده مدارع يبقى should study طيب واحد نجح وعايز اقول له انت اكيد كنت بتذاكر او اكيد ذاكرت يبقى must have study يبقى الفرق بين must should study وبين must study وكانت study في القاتي must study يجب ان يذاكر من المؤكد انه يذاكر must study من المؤكد انه يذاكر طيب can't study معاناها اكيد مش بيذاكر طيب should study يعني يجب ان يذاكر طيب كان يجب ان يذاكر في الماضي يبقى should have studied اللي قمنا اللي بعدها بقولك I don't know why she cries بصراح انا معرفش هي لي بتعيط don't know دي معاناها انك انت منتش عارف يعني معاناك انك هتقول لي ربما حاجة طيب بقولك I don't know why she cries انا معرفش هي بتعيط ليه she may have failed the exam ربما انها رسبت في الامتحان بص انت تقول ليه ربما انها يعني ممكن نقول may وممكن نقول might خد بالك may or might لاتنين معاناهم ربما والاتنين بستخدمهم في المضارع والاتنين بستخدمهم في الماضي عادي طيب الجملة اللي بعد كده I can't I came by car انا جيت بالعربية but ولكن I could have come by train يعني ايه could have come could have come معناها كان من الممكن ان ااتي واحد كان لحمة بقولك كان ممكن اكل سمك فيقولك I ate meat but I could have eaten fish طيب بس في الجملة اللي قدامي دي عايزك تركز في حاجة الجملة اللي قدامي اللي عمت لك على العبر الصفر دي عايزك تركز في معلومة ايه هي انا لم اقولك I could have come by train معناها انك انت مجدش بالقطار انت كان ممكن تيجي بالقطار بس انت مجدش بالقطار طيب الجملة اللي بعد كده I must have succeeded اكيد نجح I am sure he did انا متأكد ان هو فعلة طيب ليه ما ناخدش دو مثلا لان انت بتقول لي must have succeeded ومست هاف وتصريف التالي يعني يتعبر عن ماضي والماضي ناخد مع دد طيب ليه ما نقولش مسلا بدل دد ووز يا مستر ما هي ووز ماضي الفكرة هنا يا فندم في الاتي ان must have succeeded ساكسيدد دا فعل فناخد دد اللي هيوضح حالك اكتر اللي بعدها دي هي must be heatham يعني بصد من المؤكد انه يكون هيسم I am sure he is انا متأكد انه يكون يبقى انت عشان بي اللي بالاخدر دي خط is طيب نفترض ان هي must play كان الاخر هتقول لي I am sure he does اخر واحدة هي can't be sam بص انت قلت لي can't be sam I am sure he isn't طيب السؤال هو انت ري خدت لي في اللي قبلها دي في اللي قبلها خدت لي هنا is وجيت هنا خدت لي isn't هقول لك انا خدت لك is في الاولانية دي عشان اقول لك must be في الاسبات بناخد is طيب هنا خدنا can't be منفية في النفي بناخد isn't باختصار شليل الموضوع مش محتاج اي لخبطة لو انت قدامك في الجملة لو الجملة اللي قدامك فيها اه عايز تقول اكيد عايز تقول اكيد مؤكد بالاجاب هتقول must طيب عايز اقول اكيد مش اللي هي بالسلب هنقول can't طيب كان من الممكن ان يفعل شيء لكنه فعل شيئا اخر نقول could طيب يجب ان يبقى شد اي حد من اللي انا قلتهم لك دول مضارع يبقى نجيب بعدها مصدر اي حد ماضي يبقى نجيب بعدها هافو التصريف التالت طيب لنبدأ نحل اسئلة اول سؤال كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الدنيا اول جملة يا شباب في التمارين هي نقطة بيريتش بقولك الراجل ده عنده تلات عربيات حديثة تلات سيارات حديثة ده معناها ان هو اكيد غني اكيد غني يعني مصد بيريتش هناخد هنا مصد السؤال نفترض انك انت بتقول للراجل ده اكيد فقير هنقول مصد بيريتش طب اكيد مش فقير اكيد مش يبقى كانت على طول طب خش على رقم اثنين الراجل عنده تلات عربيات حديثة يبقى ده اكيد فقير ولا اكيد مش فقير اكيد مش فقير يبقى احنا عايزة تفهم من واحد و اثنين انه مصد بيريتش اكيد غني طب لو قلنا كانت بيريتش يعني اكيد مش غني الجملة التانية انا قلتلك He can't be poor يعني اكيد مش فقير اكيد مش يعني كانت طب رقم ثلاثة I rang you this morning But you didn't answer يعني انا اتصلت بيك النهاردة الصبح بس انت مردتش علي يرد عليك هو يقولك I not have been asleep انا اكيد كنت نايم يعني عشان كده مردتش اكيد دي الله هي مصد طيب واحد بقولك انا ردت عليك و انت مردتش علي فبتقوله لا انت كذاب انا اكيد ما كنتش نايم انت مرنتش يقول له طيب احنا كده قلنا هنا في الجملة دي يعني اكيد كنت نايم في ما ردتش عليك يعني طيب ربعة انا معرفش عمال شانطتي فين يا جماعة فالأم ردت عليها يا ابني شانطتك مش موجودة ربما تكون سبتها مسلا في القطار يبقى نقول له والتصريف التالت لرقم طيب انت يا مستر بلوقتي كنت بتقول ان انا ممكن اخد مي او ميت اه ينفع بس نقول في الجملة ميت هاف لفت ما ينفعش نقول له ميت نوت هاف انت بتقول لي ربما انك تركتها مش ربما انت لم تكتركها يعني المعنى مسبت مش منفي خمسة هو انت متأكد ان هو غادر البلد فقالك انا بقول بس ان هو ربما يكون فعل ربما دي يعني ميت على طول وعلى فكرة كان ينفع نقول مي محدش متأكد عارفين بالزبط ولكن انا نعتقده نعتقد يبقى احنا هنفتي ولما نفتي هنقول مي او ميت طيب يطرى نقول هه ميت هه ميت هاف جن ولا مي جن بص يا صديقي مي دي بنجيب بعدها الفعل في المصدر او نجيب بعدها هاف وتصريف التالت انا قدامي جن تصريف تالت صح عشان اخد مي فالما فوت تبقى مي هاف عشان اخد جن طيب وبالتالي هنقول مي هاف جن طيب الجملة على بعضها بقولك محدش عارف عادي فين بالزبط بس احنا نعتقد ان هو ربما يكون في اه زهبة لفزيارة عامة طيب سبعة هم مشوا من ساعتين اتنين بالزبط الطريق بعيد جدا وهم لسه ماشيون من ساعتين اتنين فقط يعني فاكيد ما وصلوش يبقى كانت هاف ريتشد او كانت هاف عادي طيب ليه كانت هاف لانك انت بتقول هو اكيد مش وصل لان المشوار بعيد وهو لسه خارج من ساعتين بس طيب هتقول لي يا مستر ما هم ساعتين كتير هقولك يا فاند مركز كلمة only دي معناها فقط كانت بتقول لي بس هم لسه حالا ماشيين ماكملوش ساعتين فاكيد ما وصلوش طيب رقم تمانية بقولك هم مشيوا من ساعتين الطريق مش بعيد وهم ماشيين بقى لهم ساعتين فهم اكيد وصلوا اكيد وصلوا يعني مصد هاف هتقول ليه ما ناخدش مصد هقولك انت لو انت خدت لي مصد وبيجي بعدها المصد دي مصد ما ينفعش ناخد مصد بعدها طيب انا عايز اخد مصد طيب فهقول مصد هاف ارايفد طيب لو انا خدت لك كانت هاف ارايفد هيبقى معناها اكيد مش وصلوا طيب هي متأكدة تماما ان الراجل اللي قدامها ده مش احمد ده معناها ان هي مصد بي احمد ولا كانت بي احمد بص لو انت قلت لي مصد بي احمد يعني ده اكيد احمد لو قلنا كانت بي احمد يعني اكيد مش احمد فصح انك تقول لي كانت بي طب ليه انت بتقول هي متأكدة ان هو مش احمد اكتب اللي هقول لك دي في فرق بين ان اقول لك I am sure he is not I am sure he is not او I am sure he isn't دي باخد معها كانت لكن لو انا قلت لك I am not sure يبقى ناخد معها مي و مي تاني كده I am sure he isn't يبقى كانت طب I am not sure I am not sure يعني مش متأكد فبالتالي هقول ربما اللي هي بي طيب رقم عشرة that's not been very difficult been very difficult يعني هو صعب all of us all of you got the full mark كلكم جبتوا درجة النهية في الامتحان يبقى الامتحان ذا اكيد مش صعب يعني كانت have been very difficult طب 11 he didn't come هو مجاش he have read my email in which I asked him to come هو مجاش يبقى هو اكيد ما قرأش الاميل اللي انا قلت له فيه ييجي اكيد مش اللي هي كانت يبقى رقم B طيب نفترض ان هو بخبط على الباب و جهت يبقى هو اكيد قرأ الاميل فكنا نقول must طب 12 he didn't come مجاش he have read my email in which I asked him not to come هو مجاش يبقى اكيد قرأ الاميل اللي قلت له فيه ما تجيش يبقى اكيد قرأ يبقى نقول must يبقى احنا في 12 كده قلنا must طيب 13 this is really a really good book الكتاب ده كتاب ممتاز جدا you really not read it انت حقا يجب ان تقرأه 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 يجب ان يعني ايه؟ يعني must ان تاخد ذلك ان كلمة must اللي معناها يجب نفيها mustn't اللي معناها لا يجب او ممنوع كلمة must اللي معناها اكيد نفيها كانت وانتبه لديها اقولها ثاني must لو معناها يجب نفيها mustn't طيب must لو معناها اكيد نفيها كانت طيب بعد كده رقم 14 انت تعبان انت تعبان جدا فأنت لا يجب أن تقود لا يجب أن تقود يبقى shouldn't drive طب لما أنا خدت shouldn't have مع shouldn't have دي بردو لا يجب بص shouldn't have والتصريف التالت دايما واحد كان تعبان وركب العربية عمل بها حدثة فقول له يا ابن انت المفروض ما كنتش تركب العربية shouldn't have driven تصريف التالت بعد shouldn't have you not telephoned me so late I was fast asleep انا اصلا كنت نمت بص تقول له ايه انا اصلا كنت نمت يبقى انت اكيد او انت ما كانش المفروض تتصل بي يبقى shouldn't have phone او telephoned me طب ليه ما ينفعش ولا واحدة من الباقيين الباقيين دول اصلا ينفعش طوبهم مباشرة من ساعة ما تنزل عليهم منظم اتفكر طب ليه لان هنا مديني telephoned تصريف التالت تصريف التالت يعني لازم يكون قبلها have ولا واحدة من دول فيها have فما تفكرش فيهم طيب بعد كده ستة عشر you not have taken the bus why did you come in your car هو انت ليه جيت في عربيتك بقى why did you come in your car انت ليه جيت في العربية you have taken the bus انت كان من الممكن انك تركب الوتوبيس اللي خلك تجيب العربية كان من الممكن ان يفعل شيئا لكنه فعل شيئا اخر اللي هي could طيب السؤال لما قولك you could have taken the bus هل ده معناها انه هو ركب الباس لأ you could have eaten meat هل معناها انه كان لحمة لأ كان ممكن يأكل لحمة بس ما عملش الحاجة دي فافهم ان could معناها انه كان من الممكن ان يفعل الشيء لكنه لم يفعله طيب سبعة عشر you be tired you have been working for 10 hours انت اشتغلت عشر ساعات ده معناها ان انت اكيد تعبان يبقى must be tired طيب بعد كده تمانتاشر you better not look at the sun it's very dangerous الجملة تمانتاشر دي جملة نصيحة وانا عارف يا مستر كويس ان كلمة better دي بيجي معاها هاد على طول فمن غير ما تفكر ولا تدبر you had better وعايزك تفهم هاد better دي اعرف عنها ثلاث حاجات رقم واحد ان هي بتسوي should فلما اقول لك you should not look دي بتسوي you had better not look رقم اثنين ان had better نفيها had better not وعد تحط فيها to رقم ثلاثة لو انا قلت لك you hadn't better يبقى دي مصيبة وده غلط ما فيش حاجة اسمها you hadn't better اسمها you had better not طيب رقم 19 he not win the competition he is the best for بص هو ابعد واحد على الاطلاق ده معناها ان هو اكيد ان هو هيفوز متأكد ان هو هيفوز يبقى he is sure to win خد بالك انا قلت لك he is sure to win ليه لان اقول لك هو افضل واحد فمن المؤكد ان هو هيفوز طيب اه مستر عايزين نستخدم كلمة must هنقول he must win the competition must win دي زي شور بالظبط i feel while running and i think i have sprained my ankle انا وقعت و انا اجري انا ربما اكونه يعني لويت الانكل الهكاحل بتاعي ربما دي اللي هي might طيب بعد كده 21 the light in munaz room is on الضوء اللمبة اللي في قودة مونة منورة اللمبة منورة مفتوحة طيب she must not computer games as usual اكيد بص انت قلت ايه اكيد بتلعب دلوقتي ومستمرة في اللعب يبقى must be playing اللي هي رقم ايه طيب ايه الفرق بين must be playing و must play must play معناها من المؤكد انها تلعب دائما لكن must be playing يعني دلوقتي بتلعب انا شايفها قد دائما بتلعب ايه يبقى must be playing طيب رقم 22 he speak german very well he is only he has only lived in german for one month الراجل عاش في المانيا شهر واحد يعني معنى كده ان هو اكيد ما بتكلمش الماني كويس ما تريش هتعلم يبقى هي كانت طيب واحد عاش في المانيا سبعين سنة يبقى نقوله must speak german very well طيب بعد كده 23 he is not to steal because he is very honest انت بتقولي هو رائل امين ده معناها ان هو ربما او من المؤكد او غير عرضة ان يعني من غير المحتمل ان يسرق كلمة محتمل probably الكلمة اللي معناها غير محتمل في الاختيارات دول تعال نترجم sure متأكد certainly من المؤكد unlikely ده معناها غير محتمل definitely معناها من المؤكد انت بتقولي he is unlikely to steal يعني من غير المحتمل ان يسرق لانه شخص امين honest يعني امين وبنجيب قبلها an honest عشان بننطق they not have won the battle هم فازوا بالمعركة they had more soldiers and better equipment هم عندهم جنود اكتر واسلحة احسن يبقى هم اكيد فازوا اكيد فازوا بالمعركة يبقى مصد قاعدة يا جماعة اكسم بالله من احسن ما يكون he must have forged the documents هو اكيد زور المستندات i am sure he انا متأكد ان هو فا عا لا يبقى دد طيب السؤال التاني او الفكرة اللي نعايز لتخبرك منه هنا انت ليه خدت دد ما خدتش وز ما هي وز موضي برضو عشان هو قالك he must have forged طيب يفرض يا مستر هو مكتوب he must have been tired الناحية التانية كنا هنقول is اه هنقول وز سريم هنقول وز طب ليه عشان must have been ده ماضي والماضي لازم ياخد معان ناحية التانية ماضي برضو طيب اه رقم خمسة وعشرين برضو افترات تانية نفترض ان الجملة مكتوبة he must forge the documents must والمصدر يبقى ده مدارع فالناحية التانية كنت اخد do does طب لو انا بقول he must be كنا الناحية التانية ناخد is he must have been studying all the night i am sure he ركز انت قلت لي must have ايه بص انت قلت must have been يبقى الناحية التانية هنستخدم verb to be بس مدارع ولا ماضي على حسب الجملة ده انت هنا في الجملة قلت لي must have been ماضي ولا مدارع must have been ماضي يبقى الناحية التانية برضو لازم تاخد ماضي الماضي هنا i am sure he was طيب افترات كتير في الجملة الساعة وعشرين بص معايا لو انا قلت لك he must have been يبقى ناخد was طيب he must have studied كنا ناخد did طيب لو هو must be هناخد is طيب must play ناخد does واحكاز الموضوع مش صعب اكتب لو انت متلقبط في حياة اكتبها واقرأها على مهل your late parentis must have helped you yes they not your late parentis يعني المرحومين باباك وامك يعني من المؤكد ان هم ساعدوك رد عليك الواد قالك بالتأكيد هم يفعلونا ولا فعلوا اكيد فعلوا طيب ليه فعلوا عشان بيقولك must have helped يعني ده ماضي وانت عايز تقول من المؤكد انهم فعلوا يبقى did طيب اكتب وراي الجملة دي كده لو بقولك your late parentis must have been kind كنا الناحية التانية هنقول yes they were عشان been تمانية وعشرين you are always so keen to get back home to eat your mother's food انت دايما حريص انك تروح بدري عشان تاكل طعام امك ده معناها ان she must be agreed cook اكيد طبخة كويسة او طبعا هي دي طب البقين اللي غلط تعنقرأ ونحلل رقم b she can't have been agreed cook اكيد هي ما بتعرفش تطبخ طب انت لو هي ما بتعرفش تطبخ هتبقى انت مستعجل وعايز تروح طبعا لا انت هتهرب رقم c might not be ربما ان هي مش طبخة ولا شي can't be agreed cook اكيد مش طبخة اكيد انت عايز تروح بدري اصلي امك اكيد تكون طبخة جيدة 29 هي فيلتز اجزام سقط في الامتحان يبقى هي نقط اكيد زاكر ولا اكيد ما زاكرش اللي سقط اكيد مش يبقى كانت دايما من القواعد اللي حكيت العادي تعرفها ان كان دي بنرسم جنبها الجره الجميل عارف الجره اللي بيكون فيها المش وجبنا حده هي دي اضرب معها دي طب 30 الضوء النور في الغرفة بتاعت مونة منور يبقى she not be playing computer games اكيد بتلعب مع هون نور شغال يبقى must be playing طب 31 he not speak German very well he has only lived in Germany for one month هو عايش في المانيا فقط بقى له شهر يبقى اكيد ما بتكلمش الماني كويس يبقى كانت فين كانت اللي هي رقم دي my car is not there anymore عربيتي ما عادتش موجودة على الاطلاق يبقى اكيد سوريقة بص انت عايز تقولي اكيد سوريقة سوريقة دي ما دور مدارع لا ماضي يبقى هنقول must have been stolen طب must have been stolen ليه؟ طب ليه ما نقولش must have stolen؟ ركز ان دي كده must have stolen دي معلوم انت هنا بتكلم على must have been stolen لانها مجهول من المؤكد انها سوريقة طب انت شاكك في احمد وبتقول احمد اكيد سرق السيارة فتقول احمد must have stolen تاني ركز جده رقم c must have stolen اكيد سرقة طب رقم d اكيد سوريقة طب انت ايه اللي خلاك تقول عليها السوريقة يعني عشان فيها بين والتصريف الثالث يبقى ده مجهول طب تلاتة وتلاتين سبحان الله ما ذاكرش حاجة خالص ونجح في الامتحان يبقى هو اكيد غشة غشة ماضي يبقى فيه have cheated اكيد مثبتة يبقى must اللي هي رقم b طيب واحد سقط في الامتحان يا ولاد فنقول can't have cheated اكيد ما غشش ما هو لو غش كان نجح الا اذا كان هو ميت يعني غشه سقط I can see you are not enjoying this story انا شايفك مش مستمتع بقراءة القصة دي ركز بقول انا شايفك مش مستمتع بقراءة القصة ده معناها you shouldn't read this story انت لا يجب عليك ان تقرأ ولا you shouldn't have read this story وانت المفروض ما كنتش تقرأ انا بقولك انت مش مستمتع بالقصة اللي انت قرأتها المفروض يعني يبقى you shouldn't have read معناها انت المفروض ما كنتش تقرأها لانها مالهاش اي ستين لازمة طب لماذا ان اخدت you shouldn't read يا مستر shouldn't read معناها لا يجب ان تقرأ انت اللي عرفك انه استمتع اكيد قرأ وانتهى من القراءة وبعدين بقولك قصة مملة يا عم يبقى انت بتقوله المفروض ما كنتش تقرأ المملة يا سيدي 35 I am sure is متأكد ان معاز في النادي ده معناها معاز طب انت بص ركز معي قبل من حل لما تقول I am sure is يبقى ناخد must طب لو انت قلتلي I am sure معاز isn't يبقى ناخد can't طب لو انت قلتلي I am not sure ناخد me you might ركز بقى كده انت قلتلي I am sure معاز is يبقى انت نازل الاختيارات عامل حسابك هتاخد must طب هو قالك هنا is يبقى ده مضارع فهنقول must be ليه رقم a يبقى معاز must be طب ليه ما ناخدش سيلي تحتها ديت دي معناها ربما وانت قلتلي فوق متأكد طب ليه مش b عشان ربما might برضو طب ليه مش d ما هو can't برضو بتيجي مع شور بص لو انت متأكد انه في النادي هنقول must be طب متأكد انه مش في النادي هنقول can't be 36 I don't know why she came late انا مش عارف هو ليه لماذا هي جاءت متأخرة I don't know why she came late ما عرفش هي متأخرة ليه this means ده معناها ايه ترى she must have missed ذا بص يعني اكيد هي فتها الاوتوبيس لما ينفعش ناخد دي اطلاق انت بليه عشان انت في الجملة الاصليه قلتلي I don't know يعني مش عارف ازاي بتقولي انا مش عارف وبعدين تقولي انا متأكد انه هي فتها الاوتوبيس لا طبعا يبقى رقم ايه دي غلط طب تعالي نزع رقم B she may have missed the bus ربما انها فاتها الباس اه تنفع انت مش متأكد يعني ربما طب رقم C she might have missed ربما فاتها الباس برضو رقم C تنفع يبقى انت كده معاك B and they see 2 صح 37 the streets are what الشوارع كلها مبلولة I am sure trained last night متأكد ان الدنيا مطارت امبارح لاحظ انك بتقولي مطارت امبارح يعني معناه كده انك انت بتقول اكيد امطارت اكيد يعني ايه اكيد امستر يعني مصد ركز معايا كده اكيد يعني مصد طيب انت بتقول مدارع على ماضي لا ماضي فبعد مصد هنجيب have وبعدين الباسطة برتسبة بكل مترين اللي هي تبقى ريند يبقى مصد هف ريند فين بقى مصد هف ريند تدور معاه كده انت عليهم مصد هف ريند رقم ايه لماذا مستر لا نأخذ مسترين؟ مسترين أكيد تمتر ماذا تعرفك؟ ان مبارح بالليل الدنيا كانت مطارت أصلا كنت طلعت الصبح لقيت الشوارع كلها طين فتقول الدنيا أكيد تمتر ولا مطارت؟ لا مطارت مبارح بالليل 38 I regret selling my car ندمان ان انا بيعت العربية دي ندمان يعني هتقول أنا المفروض ما كنتش عامل كده يبقى shouldn't have done it أو shouldn't have sold it لماذا ما نأخذش shouldn't sell أصلا الوين ما ماضي انت تقول لنا دمان اني انا بيعت يا ليتاني ما كنتش بيعت في الماضي 39 The streets are wet الشوارع ما بلولة I'm sure it was raining all night انا متأكد ان الدنيا كان بتمطر طول الليل ده معناها it must have rained ولا it must have been raining ركز هو قال لك هنا ايه I'm sure it was raining يعني معلك كده انك انت متأكد من حياة كانت مستمرة فهتعبر عنها برضو في الاستمرار فهتقول it must have been raining طيب وارجع معي بس واحدة بس صغيرة كده لرقم 37 37 دي القنازرة عليها كده انت في الجملة قلتلي في 37 قلتلي I am sure it rained 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 ماضي فنقول must have rained طيب رقم ارجع تاني مع لش الرقم 39 39 39 39 بيقول لك آآ آآ I am sure it was raining فلما تيجي تعمل دي مع مصد نقول must have been raining خلصنا كده الجمل اللي في الوحدة التلاتاشر قاعدة الوحدة التلاتاشر خلصنا الحمد لله رب العالمين لو عندك اسئلة الجروب ان شاء الله رب العالمين هفتحوا كل شوية كده واكتب لكم رسالة واسيبه طولي للمفتوح نزل على اسئلتك حدد بس اسئلتك في الصفحة عشان عارفها حددها لك واجهب لك عليها بدقة واكتهي دي يا شباب عشان هانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته